أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوردورلاين إغلاق المجال الجوي لدول الاتحاد أمام طيران الروسي وخلال مؤتمر صحفي قالت رئيسة المفاوضية الأوروبية أن العقوبات ستستهدف بيلاروسيا بسبب مساعدتها لروسيا في جهودها الحربية سنستهدف أيضا المعتدي الآخر في هذه الحرب نظام لوكاشينكا نظام لوكاشينكا شريك ومتواطئ في هذا الهجوم الخبيث ضد أوكرانيا إذن سنضرب نظام لوكاشينكا بحزمة جديدة من العقوبات وسندخل إجراءات تقييدية على القطاعات المهمة هناك هذا سيمنعهم من تصدير التبغ والخشب والحديد والصلب وغيرها كما أننا سنوسع إلى بولاروسيا التقييدات التي استعملناها على البضائع الروسية هذا أيضا سيتجنب من أن يكون هناك أي تهرب من إجراءاتنا العقابية ضد روسيا نظام لوكاشينكا